مشاهدين إشكالية تعدد مفاهيم الإرهاب وكيفية مواجهتها يحدثنا عنها الدكتور لاغا شاقروش الباحث الجامعي الجيوسياسي عبر الأقمار الصناعية من فاريس ينظم إلينا إذن دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا اليوم القاصي والداني دكتور أصبح على دراية بمعنى كلمة إرهاب لكن ما يزال حتى الآن تعدد مفاهيم غير واضحة ولم يتفق المجتمع الدولي على تعريف واضح لمفهوم الإرهاب لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك قضية الحركات التحرر وحركات سياسية لبعض الشعوب من أجل تقرير المسير تستعمل في أغلب الأحيان إذا حثم الأمر عليها تستعمل العنف من أجل قضايا استقلال والحرية لهذه الشعوب يأتي في هذا المقصود أن بعض الدول رافضة لهذا المفهوم وتريد أن تخلط بين الإرهاب بالمفهوم التطرف يعرف ما يعرف بالإرهاب الديني أو الإرهاب أقس اليمين أو أقس اليسار الذي يضرب المجتمعات الآمنة بدون حجة أو لأسباب سياسية أخرى أما قضية حركات التحرر لو نأخذ مثلا حركات التحرر أو الحركات التحرر الفلسطينية يأتي هذا لخلبطت الأمور والطمس أو بث الشكوك في بعض الحركات الشرعية قانون الأمم المتحدة يسمع لي هذه الحركات أن تستعمل العنف وتستعمل السباح من أجل التحرر والاستقلال طيب دكتور ما العلاقة بين الخطاب الديني المتشدد أعذرني ووسائل الإعلام المحرضة على العنف والكرهية طبعا التي يركز عليها منتدى باريس هو منتدى باريس بالدرجة الأولى هي فرصة طيبة مكملة أو من الممكن ستؤسس لمفاهيم جديدة لقضية الإرهاب يأتي أولا هي مقاربة فكرية عملتية من أجل توحيد الرؤية ما هو الإرهاب إذا ضرب مثلا الجزائر في التسعينات بعض الجهات كانت تقول هذا ليس بإرهاب ولكن هذا بصراع مع الدولة المركزية الجزائرية إذا ضرب مثلا بعض المدن في أي مكان آخر فيأتي بإرهاب ننظر مثلا ما وقع في أمريكا مؤخرا أن شخص أمريكي استعمل قتل ما يقارب 59 شخص هذا ليس بإرهاب إذن هذه المبادرة في باريس هي مبادرة طيبة لتوحيد الفكر والمعاني والمقاصد والبحث عن أنجع الوسائل ونتكلم ربما عن الوسائل من أجل لأن الموقف هنا هو موقف عناصر مختصة صحفيين إلى آخرين دكتور في ظل المعطيات الحالية لذكرتها حضرتك هل بسهولة يمكن الوصول إلى مقاربة فكرية من أجل توحيد الرؤية حول مفهوم الإرهاب هذه من لأن في اعتقادي المهمة ليس هذه المبادرة ليس نتجة عن مصالح عن دول أو مصالح بين الدول رأينا في الماضي لما حتى مع المساوئة الأمم المتحدة الدول لا يمكن لها أن تصل إلى نتيجة في هذا الموقف أما من ناحية من ينتج الفكر والإعلام ورجال الصحافة ونساء الصحافة هذا سيسمح في اعتقادي سيسمح بإمكانية تأسيس نظرة لو نأخذ مثلا قضايا البيئة بدأت بهذه الطريقة بدأت بهذه الطريقة وتمت بمؤتمر باريز الذي أسس إلى معاهدة دولية ربما إذا هذا المسلك الطيب سيسمح بقضية عدم المس بحرية البشر بسلامة البشر بأمن البشر وسيأتي ربما هناك الفصل بين قضايا تاريخية حتمية أن أموم المتحدة والفكر والبشر يسمح لأي إنسان يدافع عن نفسه دكتور ما حجم الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في التصدي للدول والكيانات الداعمة للعنف والتشدد والإرهاب هذا نقطة وسؤال جيد لأن المجتمعات المجتمعات من ينتج الفكر والرأي لهم ثقل كبير في أي دولة حتى لو في بلدان العربية والإسلامية المجتمعات لها ثقل كبير من أجل رفض تبرير الإرهاب هناك ما وقع في التسعينات وبداية هذا القرن هناك عملية تبرير أدت إلى ما وقع من عمليات إرهابية عمليات تجريم قتل وعنف لا يشهد له تاريخ المنطقة المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية هذه الدرجة لأن المجتمعات الآن حتى في الغرب المجتمعات سترفض الخطاب اللين فهو إرهابي مثلا في المغرب أو في الجزائر أو في تونس وليس بإرهابي في فرنسا ولما يضرب في فرنسا فيصبح إرهابي شكرا جزيلا لك هذا الكيلو بالمكالين نعم شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة حدثنا الدكتور لاجر شاقروش الباحث الجامعي الجيوسياسي عبر الأقمار الصناعية من باريس ترجمة نانسي قنقر